التدين سيما موجودة عند المصريين التدين بحاجة كما عن الزكاء وعن التدين عن التدين والتدين منذ القدم أيضا لأنه بيراقب الطبيعة والتدين للمصري بغض النظر عن ديانتو هنتجد المسلم متدين والمسيحي متدين يعني ولو كان في يهود أو فترة ما كان في يهود كانوا أيضا مرتبطين بالمعبد سقافة مصرية لكن خليني برضو إذا حبينا ننبه أنه في الفترات السيئة دي قد يتحول هذا التدين إلى استغلال الدين وده موضوع بقى سياسي وموضوع طويل لكن ممكن يستغل ده ويؤثر على شخصية مصرية وعشان كده بنقول أنه الأفكار المتطرفة جت وحاول التأثر على الشخصية المصرية لما اكتشف الشخصية المصرية أنه ده مش منها تردته لأنه مستحيل إحنا نقبل أن يتحول التدين إلى تطرف واللي حاصل ده بعد 25 يناير معجزة بكل المقيس وصمدنا الآن أمام الإرهاب المتطرف ده صحيح البغيد والمدعوم والخسيس شيء مرفوض من كل فئات وطبقات وشراح المجتمع المصرية ليه لأنك أنت عندك جواك في جين اسمه العلاقة بيني وبين ربنا ما لكش دعوا بيها أنا متدين بالطبع وأنا أفهم أعرف أتعامل إزاي مع الله سبحانه وتعالى المرطأ فيه سمة أيضا ومرتبطة بالجغرافية شوية تقديس الأرض فالأرض عند المسكة العرض يا سلام ولا يفرط فيها بأي حال الأحوال بس فرطوا فيها والله في بحر دلوقتي زرعوها خرصانة لا ما دي يعني هو طبعا طبعا الاعتداء ده له ظروفه برضو وعلى فكرة هو زاد في فترة الفوضى لأعقابة 25 طبيعة البشر بقى يعني لكن لما يجي لك محتل ولا حاجة هو بيشتغل معه بطريقة لا ما تدسش على حبات رمل ما تاخدش انت جيت قعدت وفرطت نفسك علي تيجي بقى الشخصية المصرية تطلع لك حاجات ثانية والمحتل ده انا مش قده وجايب دبابات وش عارف ايه يعمل في الشخصية المصرية وده على فكرة احنا عارفينه كلنا يبقى عنده شيء من المواقمة يعني يوائم ويدرس الأمور وينتظر يا اما تجيله بالوة اصبره على الجار الش عارف ايه يعني يرحل يجيله مصحيبة تاخده صحيح ولما مايرحلش تيجي سيمة ثانية انه الشعب المصري سائر وسائر بعنف شديد بل بقى كمان بدون مبلغة هو اللي علم الدنيا كلها الصور يعني هو اللي اول صورة في التاريخ واول صورة في الدنيا هو الشعب المصري اللي ارسق قواعدها وتعرف انه الشعب قد يصور على هذا الفرعون حتى لو كان فرعون اله حتى لو لماذا؟ لانه السق الاجتماعي اللي عقدوا مع الشعب هو لم ينفزه فيبدأ الشعب وانت عارف صورة دبيبي الصورة ضد دبيبي التاني وازاي انه هما كانوا عايزين حق الخلود وبعد شواء قلبت الى صورة اجتماعية من اينا لك هذا زي ما حصل بالظبط في 25 نايم وعملوا وقفوا الناس وبدأوا بيسألوا واكتشفوا ان الحشية فيها فساد وفيها لصوصية فتحولت الى صورة اجتماعية ايضا بيرتبط بذى ايضا انه هو يحترم الكبير لكن يصور عليه لما لما هذا الكبير لا يحترم مستقبله مستقبل اولاده احفاده او يهين كرمته اشتركوا في القناة